هدوء غير مسبوق بين حلفاء إيران وأمريكا في العراق منذ أن شكل الإطار التنسيقي الخاسر في الانتخابات البرلمانية الحكومة بتنصيب محمد السوداني رئيسا للوزراء التي تتضح بعدها ملامح هدنة غير معلنة بين الطرفين بعد توقف عمليات القصف العشوائي واستهداف المصالح الأمريكية في البلاد فترة التهديئة هذه هي الأطول منذ مقتل قاسم سليماني والمهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع شهر كانون الثاني عام 2020 وحتى الثاني عشر من شهر تشرين الأول الماضي ولأن الذي شكل الحكومة هو الإطار الموالي لإيران بدأت الميليشيات بمناورة جديدة عنوانها التهديئة لكنها تهديئة مؤقتة بحسب ميليشيا سيد الشهداء التي صرحت بأن الفصائل المسلحة منحت السوداني الفرصة لترتيب أوضاع حكومته والبدء رسميا بتطبيق قرار للبرلمان طالب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية ومنها الأمريكية من العراق لكن التحرك الأمريكي الأخير تجاه ملف الدولار في العراق وتهريبه إلى إيران وسوريا ولبنان إلى جانب فرض البنك الفيدرالي الأمريكي شروطا جديدة لبيع الدولار كان سببا آخر في التهديئة مع الجانب الأمريكي وفقا لمستشارين في حكومة السوداني فيما يقول مراقبون إن توقف الهجمات على أهداف أمريكية متعلق بالملف النووي الإيراني في محاولة الوصول إلى اتفاق بشأنه بين واشنطن وطهران حيث لا تريد الأخيرة التصعيد في هذا التوقيت ضد أمريكا داخل العراق الهدنة التي لا دخل للسودان في سريانها بين الميليشيات وأمريكا معرضة للكسر في أي لحظة إذا ما حصل تطور سياسي أو أمني يعيد الصراع من جديد بين طهران وواشنطن عن طريق أتباعهما